بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم أحبائي في الجزء الثاني من الفيديو اللي هنتكلم فيه عوالين كيف يتم تتابة خطة البحث احنا كنا شفنا في الفيديو السابق ان انت لازم من الاول تحط معلوماتك ومعلوماتك كانت مجموعة من اربع خطوات الخطوة الاولانية اسمك اسمك الاول واسم عيلتك ودرجتك العلمية اللي انت عايز تاخدها ما بين مستر مجستير ودكتوراه او بحث عادي او درجة حتى باكالوريوس وبعدين بتحدد مجال دراستك انا اخترت اليدوكيشنال سايكولوجي دخلت في المرحلة التانية اللي هي الجامعة بتاعتي تخصصي الكبير اللي هو بيسموه الميجر سابجيكت او الميجر اريا يعني ده تخصصي القسم اللي انا بنتمي اليه لكن دخلي منه فيه تخصصات مختلفة فانا اخترت كوجنيتف سايكولوجي ده تخصص الماينر او التخصص الدقيق كل واحد فينا بيبقى عنده تخصص عام و تخصص دقيق في اي رسالة او في اي بحث وهنا بدأنا نتكلم على خطة رقم 3 ان انا اعمل بقى تخصيص للموضوعي وقلت ان انت عندك 3 احتمالات يا اما انت عايز موضوع يا اما ان المشرف قدم لك اقتراحات وممكن تكتب اللي قالو لك المشرف او ان انت عندك موضوع وعايز تكمل عليه دي كانت 3 اختيارات احنا اخترنا النقطة رقم 2 وانا اكتمت كلمة ايه الوظائف التنفيذية وصعوبات القراءة وقلت كمان حط الجانب الماينر بتاعي اللي هو كوجنيتب سايكولوجي وحط التخصص العام اللي هو الجنرال سايكولوجي فكان هذا الامر بعد كده روحنا على يعني confirm و submit خلاص دي التعليمات بتاعتي بعد كده قلت له اقول لي بقى اقتراحات حوالين الموضوع بتاعي اقتراحات ومن هنا جات ما ينطلق عليه الموضوعات بتاعتي او الموضوع اللي انا عايزه وده منجرد بساطة ان انا اضغط اقوله فبيقول لي لو انت عملت كده انا كنت عملت الفيديو اللي فات الكلام ده لو انا قلت يس فمعناه ان الكريدت اللي عندي حيقل فانا لو انا روحت عندي صفحة رئيسية وروحت عندي الجانب اللي هو بيسموه الجانب الهيستوري التاريخي يعني انا عملت قبل ايه كده بموقع يعني مش هزي معيد نفسي فاقول له والله يوريني فاقول لي انتهى وصلت الاربع مواضيع ديت يا ترى انو موضوع من دولة تقدر تشغل فيه احنا اوضحنا قبل كده ان انا ممكن اعلم على موضوعين واقارن ما بينهم وممكن كمان اعمل ريفاين للموضوع بتاعي ده جانب الهيستوري طبعا هنا هول بقى لو انا عايز اتشغل في البروبوزل وقلت له start now فحيقول لي والله انت عندك اربع تلات مراحل يا امن البروبوزل بتاعتك جهزة فتنزلها بس دي disabled درواتي يا امن تعمل بروبوزل يا امن وتشارك البروبوزل دي مع المشرب بتاعك طبعا انا برضو لسه المشرب بتاعي عايز ايميله ايه واسمه ايه والرسالة انت عايز تقولها له وحتعمل بقى بروبوزل بي جي اف انك انت تبعتها له وحن لسه ما خلصناش الخطوة دي هرجع برضو عشان نوضح بس لحضراتكم انا بعد ما انتهت التخصص ده هقول له في رميليه التوبك هيقول لي اه اوكي انت ممكن انك انت مش مشكلة كريدي تنخسر مش مشكلة فحيبدأ يعمل لي هل يطرح هيعمل لي اربع نوين مختلفة عن الاربع السابقين ولا هما هما هنشوف مع بعض طبعا بياخد وقت وخلي بالكم علشان نشوفوا النقطة دي اه خلينا انتفق ان دي معظم يعي ده فعلا اه الموضوعات اللي هي اه تقريبا جزء كبير منها من الموضوعات السابقة اه اوضحت برضو الفيديو اللي فات ان انا ممكن اقول له ان انا اقارن ما بين موضوعين نفترض ان انا مثلا عندي الموضوع الاولاني ده اللي هو بيهتم به التدريب زي كرة العاملة وشوف اسرع الفهم القراءة ده موضوع كويس عايز اقارنه بحاجة تانية انا متحطار ما بينها ما بين مثلا ده وده هو فممكن اقول والله ان انا احط موضوع زي ده وهنا برضو او اي موضوع تاني انت مؤتام بفكرة المقارنة ما بينكم طبعا بس انا لازم اختار اتنين ماينفعش اختار تلاتة ماينفعش اختار واحد لازم فقط اتنين فان اختارت اتنين مثلا حوالين الموضوع ده وقول له اعمل كمبير حاجي لي رسالة برضو ويقول لي بعد كده مش هيبقى عندك امكانية لان كده معناه ان انت كده خلصت المقارنة انا كنت عملت برضو الموضوع ده الفيديو اللي فات فانا مش عايده تاني طيب ايه اللي اقدر اعمله اقدر اعمل اه يعني اه حاجتين الحاجة اللي هي خلي بالكو انا عندي نقط ممكن اعمل ادت للموضوع يعني اختار موضوع وعمل له ادت وده مثلا كلمة برضو نقط بيقول لي لو انت عايز تعيد صياغة الموضوع ده وعادة الصياغة معنية بياخد الموضوع ويعدلك فيه زي ما انت عايز بعد كده زي ما انت عايز يعني بيديك اقتراحات بديلة واحنا شفنا برضو الكلام ده انا قلت له هياخد الموضوع الاولاني ويطلع لي موضوعات فرعية منه قد تكون افضل فانا برضو بحب القي نظرة على الجانب ده في انه ممكن يعدل العنوين المتاحة ده مني بعد الكلام ده بتجي اهم خطوة اهم خطوة وهي فكرة ان انا اختار الموضوع بتاعي وعمل له لك اعمل له غلق بمجرد انا اخترت الموضوع ده مثلا كده وروحت هنا عند كلمة لك عند كلمة غلق ده معناها الموضوع ده زي ما انا قلت قبل كده لان يتم اقتراحه على اي شخص في يمكن ان هو يستخدم هذا الموضوع مجرد ضغطة على الموقع بهذا الشكل بس طبعا لازم تكون واسق لانه زي ما انتوا شايفين بيديني حتى في النسخة المدفوعة للخمسة دولار تعيبا او خمسة يورو بيديني فقط موضوع موضوع واحد اقدر اعمل له لك فانا هافترض ان انا اخترت الموضوع الاولاني ده وحابد اعمل له لك وانا طبعا بيقول لي خلي بالك بمجرد تعمل لك للموضوع ده مش ربع عندك كريدت خلي بالك كل ده في النسخة المدفوعة وليس النسخة المجانية نسخة المجانية بيسمحش باللوك ما بيسمحش باللوك طبعا هشوفنا النسخة المدفوعة بحوالي خمسة يورو او عيه زي كده فانا هقول له ياس تمام هيبدأ بياخد الخطوات وهيغلق الموضوع وقلنا غلق الموضوع معناه ان هذا الموضوع لن يتم طرحه لأي شخص اخر بعد كده الموضوع ان انا اخترته هو تأثير تدريبات زاكرة العاملة على الفهم القرائي لدى اطفال زاوي عصر القرائي ده اللي انا اخترته وحنتزل لغاية لما يخلص زي ما حضراتكم شايفينه وطبعا بعد ما انا افلت الموضوع قال لي طبعا بدأ يعمل لي Top Topic Summary يعمل لي ملخص للموضوع بتاعي بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده الملخص شامل تمامي مش عادة اقول شامل لكنه مؤقت بيقول لي طبعا ال research gap بيقول لي الطبك بتاعك ده يعني في حدود 23% ده احنا شعنا عملنا في المقارنة بيقول لك يعني تم تغطيته في الدراسات او الادبيات الموجودة يعني من 0% الى 30% الموضوع بتاعك يعني تم تغطيته بدرجة معقولة يعني يعني هاتولك في مادة علمية في دراسات سابقة جيدة البعض قد يرى ان دي ميزة كل دي عيب ان انا يعني اعدل او لا افرد ان انا ممكن انا عايز اعدل الكلام ده هو يعني عايز اعدل العنوان انا مش عاجبني العنوان وهو حتى بيقول لك لو عدلنا شوية في العنوان ممكن ده يخلي يتعصى التحسين فانا ممكن اعمل كده وفي الحالة دي يعني بدل ما اقول او ممكن اقول اعدل مثلا العنوان هسميه ده افكتفنس يعني كده فاعلية او فعالية بقى افكتفنس اوف ووركنج مومري تريننج ممكن نسميه او تريننج بروجرام افرد افدامك تدريبي على الفهم القرائي وامجيم سايف طبعا نتيجة التسييف ده هيعمل لي تلخيص جديد للموضوع تلخيص القديم والتلخيص الجديد وممكن انا اقارن ما بينهم لو انا عايز اشوف انه الافضل طبعا ده الوريجينال طوبك وده الجزء اللي احنا عمده هشوف دلوقتي شيء بعد ما هيعمل التعديل اللي انا طلبته هتبقى نتاج شكلها ازاي ده العنوان الجديد اللي انا انه هو يعني فاعلية برنامج تدريبي للذاكرة العاملة على الفهم القرائي يعني لدى الاطفال ذوي صعوبات او ذوي العصر القرائي ده الموضوع الجديد وده الموضوع القديم بيقول لي عايز تقارنهم ببعضهم ممكن تضغط ضغطة هنا عشان تبدأ تقارن الموضوعين ببعضهم يقول لي طبعا بعد المقارنة ديت هيبقى ما عندكش حاجة خليني بس ان انا ملوش لازمة طيب خلاص بصرف النظر يعني لكن احنا شوفنا المقارنات قبل كده احنا حاول نعدي بس مثال يبقى ده الملخص واسر الشفش جاب وده كذا وبكده انا اكون استقريت على فكرة الموضوع بتاعي اللي هو الموضوع المعدل بهذا الشكل اللي عندي العنوان اهو تمام عندي العنوان وعندي كمان ده اللي انا عايزه ممكن انا اعدل فيه طبعا مش حادر اعدل تاني لان انا لو حاولت اعدل تاني ان هو كده اضغط ضغطة حيقول لي اه برضو انا سامح لي فكرة التعديل اه يعني بس انا ممكن اسايف كده بدون حاجة بيقول لي اه يعني حلاحظوا اللون الاحمر وكذا لان انا عندي فكرة التعديل بقى بسفل خلاص ادي الطوبك بقى بسفل امش حادر ان انا عم اي حاجة انا كده اصبح عندي الموضوع واصبح عندي تيجي الخطوة رقم ثلاثة ان انا اخش على بتاع الموضوع بتاعي هروح على بلد بروبوزل اللي هو رايد بروبوزل وهنا حدود ايدت بروبوزل تعال بقى نعدل مع بعض البروبوزل وفي البروبوزل وات اذا رسلش الطوبك برودر كونتكست هيكتب هنا وده الموضوع بتاعنا هو موجوده هو وده الموضوع بتاعنا وده الطوبك سامري تمام وممكن هنا بقى ان انا ابدأ اقول له جينريت ركومنديشن وديني بعض التوصيات حوالين هذا الموضوع بالمكلال الضغط هنا او من خلال الضغط على هذا الجزء ان انا يقترح حاليا بعض الموضوعات الخاصة بالمقدمة والاجزاء المختلفة للكتابة لاحظوا ان في خطوات متتابعة حنبدأ ان نشوفها مع بعض طبعا هنا الخطوات زي ما انتم شايفين اكتب لنا البروبوزل بتاعتك والخطوة الاولانية لازم ان انا اخد العنوان من هنا اخد الكلام ده من هنا ان او ان جاي احطت في اعمل كنترول سي او ان انا وهو كاتب كنترول في بهذا الشكل عشان يعمل لي ركومنديشن توصية حوالين ايه يعني الموضوع بتاع الاتصاق او او السياق الاوسع يمتمي لهذا الموضوع من فضلك انتظر اخترح عليك بعض الموضوعات برضو هنا ايه همية الموضوع برضو هنبدأ نحط هنا ونبدأ برضو نسأل على همية الموضوع ونعمل لها generation هنا برضو what is this topic significant ايه يعني الدلالة بتاعت هذا الموضوع برضو هنقطها من هذا الامر وكل حاجة من دولت هبدأ وانتقل للخطوة اللي بعدها هايبقى في الخطوة الاولانية انا عندي ايه المجال الاوسع للموضوع فده التوصيح برضو the specific topic اجي اقدم للمقترح ده واحنا لسه كل ده في الخطوة الاولانية اللي هي خطوة اللي احنا لسه يدوبك المتقدم المقدمة والbackground and context بنفس الطريقة ممكن اخذ السمري واخذ الجزء بتاع السمري ده كده وانجاي رايح حطه في اه العنوان بتاعي في الجزء التاني ايه المشكلة احطها هنا احطها عشان يكتب لي ويبدأ برضو يقترح حالية بعض الاقتراحات حوالين يعني دلالة الموضوع ده واهميته بهذا الشكل ابدأ اه امشي في الخطوات step by step كده لغاية لما area of gaps برضو انا محتاج area of gaps هاحتاج نفس كلام ده ام جاي احطوه عشان برضو احصل على recommendation كل ما باعمل خطوة هنتقل للخطوة اللي بعد ده راح تون عندي 11 خطوة همر بيهم عشان اقدر اعمل proposal بتاعتي هل ده محتاج ان انا اعملهم في وقت واحد لا طبعا مش محتاجين موضوعه يعني ممكن اخلص خطوة النهاردة وبكرة خطوة تانية اه يبقى ده الموضوع بتاعنا وده اول recommendation احنا وصلنا له وفي الجزء التاني وصلنا recommendation تاني او توصية تانية حوالين طبعا كلمة working هنا ممري خليني اقول له يعني بعد ما اعدل دي كده خليه يحاول طبعا انا هعدل زي ما انا عايز خلاص انا الموضوع ده بقى بتاعي وبدأت ان انا اكيفه حسب الظروف اللي موجودة خطوة بخطوة زي ما حضراتكم هتشوفه برضو هنا في جزء تاني حوالين ايه ايه يعني جاب او ايه الفجوة البحسية اللي بيقدمها هذا الموضوع ده وايه الاسئلة اللي ممكن لما يتم حلها برضو ممكن انا بعد ما نخلص الخطوة دي اه ابدأ اخش في الخطوة رقم اثنين برضو هنتظر وهكذا هرجع على حضراتكم بعد ما نخلص الخطوات دي كلها انا طبعا يعني بناء الخطة البحسية زي ما انتم شايفين بناء الخطة البحسية بيحتاج طبعا يعني عدد كتير جدا من الخطوات وفقا للنموذج اللي قدام مننا ده هو اه يبقى احنا كده نهينا الخطوة الاولانية من خلال البرنامج او من خلال الموقع اللي اقدم لي التوصيات اللي حضراتكم شايفينها اروح على الخطوة رقم اثنين في الخطوة رقم اثنين اه بدأنا نخد شواتي specific problem كل حاجة من دولة يعني ايه المشكلة البحس وايه التحديات اللي تبقى موجودة في النوع ده من البحوث كل الكلام ده هوات كل اللي مطلوب مني انا حط الابستراكت بتاعي وحط الـ topic summary هنا وهو هيعمل لي اه توصية حوالين اه الجانب ده ممكن يتم ازاي اكد بس ان انا كلمة working memory بنفس الطريقة اقول له get recommendation برضو بعد الخطوة دي هنتقل للخطوة how can addressing the problem or question الاسئلة اللي ممكن احنا نحاول نحلها في يعني بهذا النوع من البحوث برضو احنا هنحط الكلام بهذا الطريق بعد نقول له get recommendation فكل واحدة اقول له get recommendation هديني توصية وننتظر احيانا لو حصل خطأ برضو ممكن نحاول مرة تانية وعي كذا بننتقل من خطوة الى اخرى لغاية لما نصل الى نهاية خطوات الخاصة بكتابة خطة البحث الخطوة الخطوة رقم ثلاثة متعلقة بالليترشا برضو بنفس الطريقة اروح للخطوة رقم اربعة اللي بعد منها برضو هي متعلقة بالليترشا بس طبعا مش هتقدر تنتقل لان انا لو فكرت اقول له next هنا بياخدني مرة تانية الميثي دولجي والريسيرش ديزاين خطوة رقم خمسة المنهجية بتاعت البحث الخطوة رقم ستة برضو مازلنا في الميثي دولجي والداتا كوليكشنز زي حاج مع البنات والتحلات العصائية ايه الخطوات اللي موجودة فيها بنفس الطريقة what outcome or finding برضو هنا النتائج المتوقعة ودلالت او معناها وفايدتها ممكن تعتبر ايه سبع خطوة خطوة رقم تمانية هي نفسها هي هي لكن في نقاط اخرى اضافية نشوف الخطوة نحاول نجمع بس مع بعض الخطوات resources plan project timeline هنا طبعا what are the main milestones in your research topic example كأنها خطة زمنية للبحث هيتم ازاي او الخطة هتعمل ازاي هاو هاو هتوزع وقتك على طبعا ده بعض الجامعات بتطلبه resource plan budget لو عندك فيه budget في البحث لو فيه حد يعمل لك fund او حاجة او دعم مالي فممكن برضو هنا بيجي الجزء ده الخاص بي ثم الخطوة الاخيرة السبليمنتو بيسموها الملاحق والاضافات الحاجات اللي ممكن لو ما عندكش طبعا مش كل الخطوات دي لازم يتم بعد ما بخلص بعمل build my proposal فانا حمشي في الخطوات دي واعرفت لكم بس الصورة نائية لخطة البحث وفقا لكلام ده بعد انشاء الخطه بعد انشاء الخطة بقى بدورك الخطوات اللي احنا شفناها ديت ممكن ان احنا نعمل edit للبروبوزل هنا كده لو احنا عايزين نعمل في اي وقت edit للبروبوزل لو حبينا نلقي نظرة بقى على البروبوزل راح سوف في بداية الفيديو رجعت هنا تاني للهوم ومنها طبعا build proposal راح سوف دلوقت بقى download now available ان انا ممكن دلوقت ان انا احملك قبل كده disabled معطلة لكن دلوقت ممكن ان انا ابدأ احمل طبعا اول حاجة اعترفت نظري فكرة يعني انها bgf لكن في اللغة الانجليزية ما يبقاش فيه طبعا موقعين 16 ورقة طبعا حجم كبير الى حد ما abstract introduction effectiveness research questions objectives review of the literature لاحظوا برضو ان انا عندي مشكلة انا شايفها هي فكرة المراجع ان انا مشايف لكن في الاطار النظري على الاقل احنا محتاجين مراجع انا مشايفها قدامي الـ expected result دي نتاج المتوقعة وينهوت عندي طبعا الـ working memory ودي الـ reference لكن الـ reference موجودة في النهاية فقط كنت اتمنى ان انا اشوفها يعني في المتن كمان لكن زي ما قلت الموقع في طريقه الى التطوير طبعا هنا اخد البيانات ما بين فلان الاسم ودي الجامعة بتاعتي وده العنوان بتاع البحث وقعدين بدأ هنا في البداية حطي لي abstract هنا background يحطي لي هنا background بتاعة البحث الـ working memory برضو هنا الاحظ حاجة برضو مهمة جدا للتوضيح ان هو في الجزء اللي كان بيحطه غالبا بيحط تليبا لنفس الكلام working memory نفس الكلام بيتكرر تحت كل واحدة من دولة كأنه اخد عمل نسخ من اللي انا عملت يمكن مثلا خلوني ان احنا برضو نحاول نفهم الموقع اكتر ونحاول نتابع معاكم لو في اي تعديلات او اي اضافات ممكن ان شاء الله نبقى نضيفها لحضراتكم لانها فعلا في حاجات مش واضحة بالنسبة برضو زي ما قلت لحضراتكم في حاجات مش واضحة في كيفية استخدام الموقع خصوصا في جزء بتاع الـ proposal لان الاقتراحات ليست مسألة كتابة اكتر من انها انت المفروض تكتبها في كل جزء من الاجزاء دي فبالتالي العمل لا يتم بصورة آلية لكن واضح ان العمل معناه ان الشخص سيقوم بجزء كبير جدا من نتيجة عملية شغله او نتيجة عمله زي ما قلت انا حنحاول نفهم الموقع بطريقة اصل تفصيلا لو وصلت الحاجة حاب اشاركها مع حضراتكم تمانياتي برضو لحضراتكم يعني بالسلامة وبالتوافيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة